الانسولين رزيستانس او مقاومة الانسولين هنتكلم النهاردة بالتفصيل عن مقاومة الانسولين وازاي بيتم تشخصها جوه المعمل وعلاقتها بمتلازمة تكييص المبايد وايه هي الهومة وايه هي الاكوريشن اللي بستخدمها في المعمل عندي حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا فركز معايا في كل كلمة هنقولها في حلقة النهاردة بس سعب لأي حاجة لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد بدون مقدمات طويلة كشكولك وقلمك ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة معكم كابتن اناليسس انسولين رزيستانس اختصارها اي ار ما تيجي احكي لك الحكاية بالتفصيل بص يا سيدي احنا لما بناكل كاربوهايدريت بيزيد نسبة الجولوكوس في الدم وبالتالي البنكرياس هيطلع علينا انسولين عشان يدخل الجولوكوس جوه الخلية هيدخل الزاج والخلية قالك الخلية دي في ريسبتر خاصة بالانسولين موجودة عليها زي ما انت شايف في الصورة قدامك زي القفل والمفتاح بالزبط طب ركز معايا في الصورة التانية لو عندي شخص سليم البنكرياس هيطلع الانسولين وهيدخل الجولوكوس جوه الخلية طيب لو عندي شخص مريض سكر احنا عارفين ان مرض السكر تايب 1 و تايب 2 طيب 1 هنا البنكرياس ما بيطلعش لي انسولين وبالتالي نسبته هتكون منعدمة اما طيب 2 البنكرياس هيطلع علينا انسولين ولكن الريسبتر اللي موجود على الخلايا مش هتستشعر وجود الانسولين اللي بيتم افرازه من خلايا بيتا في البنكرياس حلو الكلام يبقى في مريض السكر طيب 1 هدي المريض علاج خارجي هدي له انسولين طيب وفي طيب 2 قالك هدي له ادوية تزيد من استشعر الريسبتر للانسولين اللي موجودة في الجسم عنده طيب يلا نروح لمريض السكر طيب 2 قلنا مشكلته ان الريسبتر مش بتحس وجود الانسولين اللي موجود في الجسم وبالتالي كل ما زاد نسبة الجلوكوز كل ما البنكرياس هيفضل يطلع انسولين بنسبة عالية فلما اجي اعمل في المعمل تحليل فاستنج بلاد شوجر وبوست برونديل وكمان انسولين هلاقي تلاتة نسبتهم مرتفعة ده دليل على وجود مقاومة للانسولين طيب ركز في الحتة دي معايا انا دلوقتي عندي في ميل واحدة 6 عندها مقاومة للانسولين جميل دي هتبقى معارضة للاصابة بمتلزم التكييس المبايد طيب لو واحدة في ميل عندها متلزم التكييس المبايد قالك دي هيكون عندها مقاومة للانسولين اصل متلزم التكييس المبايد ومقاومة الانسولين اللي اتنين مع بعض في سايكل مقفولة مرتبطين ببعض حلو يبقى مقاومة الانسولين بتعتمد على حاجتين مهمين جدا البنكرياس بيفرز انسولين ولا لا الريسبتور بتحس الانسولين اللي البنكرياس بيفرزه ولا لا حلو الكلام جدا ازاي بقيس مقاومة الانسولين في المعمل عندي هو ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي انا بقدر شخص مقاومة الانسولين في المعمل عن طريق شوية معادلات اكويشن المعادلة الاولى اسمها هوم اي ار بنعملها ازاي قالك بتقيس الفاستنج انسولين وكمان الفاستنج بلاد شوجر وادخلها في اكويشن المعادلة بتقول ايه فاستنج انسولين مضروبة في الفاستنج بلاد شوجر مقسومة على 405 وخلي بالك من التمييز الجلوكوز بالميلي جرام بر ديسي ليتر طب في حالة اللي انت هتقيس الجلوكوز بالميلي مول لكل ليتر قالك هتستخدم معادلة تانية الهوم اي ار بتساوي الفاستنج انسولين في الفاستنج الجلوكوز مقسومة على 22.5 لو طلعت النتيجة معاك اقل من واحد كده الشخص طبيعه معندوش مقاومة للانسولين ولو طلعت اعلى من واحد وتسعة من عشرة كده هو عنده early insulin resistance ولو طلعت اعلى من اتنين وتسعة من عشرة كده هو عنده insulin resistance طب تعال نشوف بقية المعادلات المعادلة رقم اتنين وهي الهوما بي طب ركز معايا الانسولين بيتم افرزه منين قالك من خلايا بيتا اللي موجودة في البنكورياس طب ما تيجي نشوف كفاءة خلايا بيتا دي بتطلع انسولين كويس ولا لا عن طريق استخدام معادلة الهوما بي قالك المعادلة هتساوي الفاستنج انسولين مضروف في 360 على الفاستنج بلاد شوجر ناقص 63 كل ده مضروف في مية فكل ما كانت النتيجة مية في المية كل ما كان الشخص سليم وكل ما قالت النتيجة عن مية في المية كل ما ظهر مقاومة للانسولين طب يلا نروح للمعادلة رقم 3 المعادلة رقم 3 بتعرفني الانسولين سنستيرتي اسمها معادلة كويكي جميل جدا المعادلة معقدة زي ما انت شايف قدامك بالظبط النسبة الطبيعية اعلى من 45% لكن لو قلت النتيجة عن 45% هنا انا عندي احتمالية لمقاومة الانسولين جميل جدا دي كل المعادلات اللي انا بستخدمها عشان اعرف منها الانسولين ريزيستانس والمفروض تكون موجودة في التقرير بتاعك في مواقع كتير على النت بتعمل الاكوريشن دي وتحسب لك كل الهومة IR والهومة P والكويكي تكتبهم في تقريرك وتطلع تقرير محترم للطبيب المعالج كمان ممكن اتشخص مقاومة الانسولين عن طريق فاستن بلاد شوجر والبوست برنديل والانسولين دي كانت حلقة النهاردة اتمنى الحلقة تكون مفيدة ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد كان معكم كابتن انا لسيس اشتركوا في القناة